بما أنه لا يمكن أن نقوم بإيكس كتساوي الجوج في هذا الشيء واذا نستطيع أن نحسب حال ف لإيكس تتساوي من هنا إيكس تتقرب بزاف الجوج هذا هو آخر سؤال سأتي به الحلقة الفايتر واذا نجاوب عليه؟ سنجرب نعطي للإيكس قيم قراب الجوج ونرى ما ستوقع هذه القيم القراب نستطيع أن نأخذها من جهة الجوج إلى اليمن أو على اليسر مثلا من جهة اليمن إذا كانت إيكس كتساوي جوج فاصل إلى السفر واحد فدلاد إيكس ستساوي لي 1.01 ومن الجهة اليسر إلى أخذت إيكس ستساوي 1.99 فدلاد إيكس ستساوي لي 0.99 وما حد إيكس ستزيد تقرب الجوج وإيف لإيكس ستبقى تقرب الواحد ولكن مع مرها ما ستساوي واحد كما نجنراليزي هذا الشيء يعني نخلقه قاعدة عامة تصلح لأي حال أخرى من غير هذه تخصني لعب نويك أحد لجيم فهذه اللعبة ستكون تأتي هو البلاير 1 يعني اللي غير لعب الأول وتختار شيء مجال في محور الأراتيب اللي يكون واحد و المتصف دياله ومن بعد ترسم جوجو خطوطهم تقطعين في القناة دي لذلك المجال ويكونوا متوازين مع محور الأفاصيل بحال هكا لاحظ أنني كتبت في القناة ديال المجال 1 زائد 0.75 و 1 ناقص 0.75 يعني ذلك القناة تبعد بنفس المسافة اللي هي 0.75 على واحد الهدف من هذه اللعبة هو أنه خصني نخلي ديك الدالة لما تخرج على ذلك الخطوط الأفقيين قاعد يعني على المجال ديالك ولو حتى شيء شوية وهنا فين غادي نوبتي البلاير 2 نغنوض وغنقصر الدومين ديال الدالة الشرط اللي تيخصي نراعي ليه هو أنه أي دومين اختاريته تيخصي العدد جوجو يكون في المنتصف دياله ومن بعد نرسم جوجو خطوطهم تقطعين في القناة دياله الدومين جديد ويكونوا متوازين مع محور الأراتيب حال هكا وهنايا قدرت نضيق الدالة ونخليها وسط المجال اللي رسمتي انتايا لاحظ أنني كتبت في القناة ديال المجال جوجو زائد 0.5 وجوجو ناقي 0.5 يعني ذوك القناة بعاد بنفس المسافة اللي هي 0.5 على جوجو دا باجات نوبتك ثاني ونايا انتا عقتي أنك غتقدر تزمطني كتر إلى صغرتي المجال ديالك كتر فانت واختارت هذا المجال للقناة دياله بعد بمسافة 0.25 على العدد واحد منين صغرتي المجال دياله خرجت الدالة على الخطوط الأفقي اللي رسمتي ولكن دا باجات نوبتي ثاني وغنزيد نقصر الطمين ديال الدالة باش نخليها وسط دك الخطوط الأفقيين حال هكا السؤال دبه هو إمتى غنوصلوا للنهاية دياله للعبة؟ والجواب هو ما عمرنا ما غنوصلوه لا حد قادر نتحرك فاش حال ما صغرتي انت ذاك المجال الي تتختار وخرجتي الدالة من هذه الخطوطه نقدر أن نختار دومين اللي يكون القصر ونعود ندخل الدالة لذلك الخطوط وبالتالي فداك المجال الي تتختار يكون غادوتي يقرب الله من القناة بجوج ما حد أنا غادوتي نقرب الجوج من القناة بجوج يعني النهاية أو المطر للإيكس ما حد إيكس تتقرب العدد الجوج من القناة بجوج ستكون كتساوي واحد دا باكي ندير نكتب هاتشي رياضياتيا اول حاجة داك المجال اللي انت اختاريتها اول مرة غنقدر نكتبه على هاتشكل 1-0.75 1-0.75 وبقيت هي غادي وتتصغر المجال ليلك باش تقرب الواحد يعني ديك 0.75 ولاد 0.25 ولاد 0.1 ولاد 0.3 الاصفر واحد وهي غادة وبالتالي في بلاس ما نكتب الكاعد لمجالات غنعطي لدك المتغير واحد اسمية اللي هي ايبسيلون بالطبع ايبسيلون خصت تكون موجبة قطعا ما يمكنش تكون كتساوي لي الزيرو دونك المجال ديالي غايبولي هو 1-يبسيلون 1 زائد ايبسيلون بما انني اخذ دام في محوال اراتيب فالاعداد اللي اندي في محوال اراتيب تنرمز لهم في العادة بيجريك وإلا تفرجتي في الحلقة ديال المجالات غتعرف انني نقدر نكتب هات المجال على الشكل ديال محصورة ما بين 1-يبسيلون 1 زائد ايبسيلون وبالتالي لو انقصت واحد من قطعا فغتبلي عندي ايجريك ناقص واحد محصورة ما بين ناقص ابسيلون وابسيلون وهذه اللي انقدر نكتبها على الشكل ديال القيمة المطلقة دي ايجريك ناقص واحد أصغر قطعا من ابسيلون أعلاش؟ لحقاش القيمة المطلقة ايجريك ناقص واحد هي المسافة اللي ما بين واحد النقطة كيف مما كانت ايجريك والعدد واحد والمسافة معمرها ما تتكون ساليبة دابع في نوبتي انت خصني دايما نخلي الدالة وصل الخطوطة ديال المجال ديالك وذات يعني انني دايما كنت كنقصر الضمان ديال الدالة فقاعد القيم المتبقية ديال الفلي ايجريك خصت تكون أصغر قطعا من المسافة اللي من ابسيلون وواحد ممكن بعد ما لعبت انا انت ستنتجتي ان القيمة المطلقة ديالتا ناقص واحد أصغر من ابسيلون لكل ايكس قريب من جوج ولكنت خالف الجوج وبنفس الطريقة اللي درت معك المجال ديالي غيكون دير بحال هكا جوج ناقص ديلتا جوج زائد ديلتا وديك ديلتا هي شي عدد موجة بقطعا على بحال ابسيلون يعني ما تخلقش ولي درنا نفس الخطوات اللي درنا مع ايجريك غلق ان القيمة المطلقة ديالتا ناقص جوج أصغر قطعا من ديلتا وبما انني ما بغيتش ايكس تسوي ليه جوج فانقدر نزيد انها أكبر قطعا من الزيرو بحال هكا باختصار الحركة ديال البلاير 1 كانت هي انه يختار واحد ابسيلون أكبر قطعا من الزيرو والحدث البلاير 2 كانت هي يختار واحد ديلتا 분들 اكبر قطعا من الزيرو بحيث أن القيمة المطلقة فلي إكس ناقص واحد صغر من ابسيلون صحيحة مدام اكس تحقق لي وانا نختار واحد ديلتا على حساب ابسيلون اللي اخدته هم جاؤا في الأخير هاتشي صالح الأي دلة والأي عدد وبالتالي غنعود ديك واحد بL كبيرة واللي تتعني Limit وغنعود جوج بأصغيرة واللي تترمز للشي عدد بالضبط يعني ماشي مجهول بحال X والقاعدة النهائية بكل ثقة في النفس هتكون هي هذي Limit ديال F ل X ديال X تتقرب الأ قد سوي L تتعني أنه لكل اختيار اختارتي ديال أبسيلون موجب قطعا نقدر نختار أنا واحد دلتا موجب قطعا بحيث أن القيمة المطلقة F ل X ناقص L أصغر قطعا من أبسيلون صحيحة لكل X يحقق القيمة المطلقة X ناقص A أكبر قطعا من زرو وأصغر قطعا من دلتا وهذا هو اللي تنسميه التاريف أو لديفينيسيون ديال النهاية في الأخر مهم بزاف أن الحركة ديالك خصت تكون هي اللولة لاختيار ديال دلتا ديالي خصت تكون على حساب شنو اختارتي انت أولا في أبسيلون